مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم جبت لكم الوصفة اللي كنتوا كامل تسنوا فيها هي تعلطن المعلب بطريقة صحية وبزف بنينة من غير مواد حافظة يعني أصعب وصفة بأسهل طريقة تابعوا معايا الفيديو للآخر بش تكتشفوا جميع الأسرار ونروحوا مباشرة لطريقة التحذير عندي هنا يا 400 غام متع سمك الطن ولا سمك التونة 400 غام برك رايحة تخرج لي هديك الكمية اللي شفتوها مقبيلة وش راني رايحة ندلها هنا يا شوفوا معايا راني رايحة نجيب نقسمها إلى أربع قيطع الحاجة اللولى لازم نتقسموها إلى قيطع كبيرة ما تدروهاش إلى يعني متى ما تقطعوهاش مرسوة صغار دوكا ومتنحيولهاش لعظمتها دوكاتيك ما زال نقسمها برك كما تعرفوا يعني الطن يجي ناشف وفيه يعني يتلقى هذك اللي ما لك حلتاعو وفيه وحد وحد ريحة قسحة شوية هكدايا دوك نوري لكم كيفاش تخلصوا منها بطريقة سهلة وصدقوني رايحة يجي بنين مليون مراخر من تع العلب اللي تشريوه ويسقى مغالي ويعني طريقة سهلة وغير مكلفة نجي بدوكاتيك بلا يكون غامق شوية نحطوه هكدايا لداخل وش نجي نديلو هنا نروح نديلو الملح والخل الابيض نشمخوهم مليح في الخل والملح باش نتخلص كامل من هذك الريحة تاعو هذك القسحة ويعني عندها وعنده وحد لوضغ هكدايا انا ما نحبهاش صدقوني وما يجيش قسح كي تاكلوهم بعدها تستبنو غير الطعم الطوم هذك البنين ما تجيش في هذك الريحة القسحة تاعو وتنحلوا كامل هذك الماء لكحل ولا الحمر تعدم هذك تاعو شمخوهم مليح هكدا يعني كتروا الملح هنا ما تخافوش بس كي من بعد رايحة نغسلو نخلي هكدايا شوية برق واحد تلتقع يقبل لاربعا قسم يتلق لي كامل قد لكم هذك الماء يعني الملوث تاعو يعني هو مش ملوث يجي قاسح شوية ويجي اللون تاعو يعني داكن نزيد هنا ينشمخو مليح بالخل يعني يكتروا له خليوا حكي ما قد لكم هكدا يا دقائق برك تلتقايق قربع دقائق يعني ماكسيموم دوكاتيك وش ندر نروح نجيب طنيجرة ما تكونش عالية من أفضل ما تكونش عالية بزاف بس كنا رايحة نطيبو على البوخار التون تاعي ديروا فيها شوية ماء واحد نصف لتر هكا كتاع الماء ديروا هنا شرائح تاع الليمون واللي حكمو حبا قسموها على زوج هنا يا درتو يسخن شوية كي ما تعرفو رانا مع البخبلة متاع الماء ماكاش راني نعاني يصدقوني يعني باش نديلكم هكدا لي فيديو تاع الحوت وتعرفوا الحوت كيفاش يحب الماء نجي هنا يا ضروري ديرولو فنجال تاع زيت زيتون ولا ما عندكمش ديرو زيت عادي يعني ضروري من من أفضل زيت زيتون ديرو ري قد تعرنت ندير شوية ملح هنا يا ورايح ندير التوابل كين لي دير البصل كين لي دير الكرافص كين لي دير البورو صدقوني أنا ما نيش حبا نكتر له التتبيلة باش ما نخسرش الطعم تاع الطن هادك يعني نكتفي بهد بهد الكمية رايح يجيها يل درت هنا يا شياف الفلكحل شوية سبع توابل ولا راس الحانوت ولا عندي شوية برك زريعة البسباس مع شوية كمون قد لكم على نيح نفورو على هاد الماسي بخصة لازم نكهو ودرت له هنا يا زيت زيتون باش 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 رايح يطلعلو كيما تعرفو الحوت هادك ناشف هاوليك هنا يا بعد ما تلقلي كامل هادك اللي ما تاعو شوفو كيفاش تنحلو يعني ما من لو نتاعو بياد بياد شوية انا روح نحكم نشلو ملح بالماء نغسلو ملح نحيلو ملح هادك الريحة والملح والخل اللي درتهولو هاك دا يا ونديرو في كسكاس ديراني هنفورو فيه يعني هنفورو فيه يعني هنفورو مباشرة يفور في هاد الكسكاس هاوليك اللي ما هادك بعد ما يعني خليته سخن شوية حبيت نوري لكم هنيا كيفاش كيفاش شراهو شوفو الزيت كيفاش شراهو من الفوق هنيا البنات من الافضل يعني ديرولو نار قاوية ما لازمش النار تكون قليلة باش ما ينشفليش الطن تاعي يعني طيب ويطلعلو كامل هادك البوخر تع الزيت يعني هادك اه والتوابل هادوك اللي درتهم له رايحين كامل يطلعو لي لهادك الطن ونغطى عليه ونخليه اربع ساعة ونجي نشوفو هنيا هاوليك بعد اربع ساعة نجي نقسمو هكدا من داخل يعني كي بياد تعرفو باللي اطاب هنيا قد لكم خليته ربع ساعة شفت باللي ما زالو شوية حمر من الداخل سيبوخسة لازم تقسمو هكدا يا راني رايحة نزيد له خمس دقايق من خمسة الى عشر دقائق هنيا كمية صغيرة خمس دقايق راهي رايحات كفيني نجي نضيف عليه هنيا قبل ما انا نغطيه نزيد نضيف عليه هنيا زيت الدورة النباتي ديرو لوبيان زيت لبنات كي ما تعرفو الحوت هادا ناشف شمخوه ملح وغطيه عليه وخلي وهي زيت خمس دقايق هاولك هنيا بعد ما خلاص طاب يعني خمس دقايق كانت كافية وش نجي نضيف له هنيا يعني اهم مرحلة هادية شوفو هنيا احكمو هاداك المالي فرع عليه يعني بعد ما تبخر الماء وش قعد قعدت لي لاصص وقعدت لي اه قعد لي هاداك الزيت هاداك يعني زيت زيتون والزيت النباتي نجي هنا نحلو كامل هاديك الجلدة والشوك هاداك العظم اللي في الوسط هادوك المور صوات الكحولة تانية نحيهم من الاحسن انا هادو ما نحنعطيهم للقطة تاكلوه هاكدايا دوكاتيك نكمل ندير له كامل هاداك يعني زيت نرفض زيت برك شوية من لاصص رايحة تعطيلو بنا يعني هايلة صدقوني بزاف رايحة يعجبكم وطريقة جد سهلة كامل بزاف يخافوه وما ينجحوش فيه يعني بهادا الطريقة صدقوني انجو دانفون ديرولو زيدو هنا يا ديرولو مليح زيت الدورة هاوليك راهو الطن تاعي واجد شوفو واش حال جا هايل يعني كيمالين شريوه واحسن منو وفي البناء غيانا كونباري خل منو مليون مرة كيت جربوه رايحين تكتشفو واش ندير دوكات نجيب يعني لازم نحتاف دبي في بلارة تزجاج اهنا يا البلارة التوعي انا هادو ما لي عندي اه من الاحسن ما ديروهش كامل في بلارة وحده هاك دا يا بش ما ما تي فيتيو يعني اه الحلان بس كو ما كيتعارفو بلي ما فيش ما وات حافي دا كيتقعدو تحلو وتغلقو رايح اه يخسر لكم بالخف يعني واش تديرو هنا يا اهنا غطيت وبرك اه لو طني روح تعقمت هادوك البلارات التوعي غليت اللماء ودرتهم الداخل خليتهم شوية درت لهم قطراخل ابيض ونشفتهم مليح 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 لازم يكونو نشفين تماما نجي هنا يا ندير هادوك الطونتاعي الداخل به هادوك الزيت اللي راهو فيه بهالطريقة رايح يقعد لكم شهر في الدلاجة وفي الكونجيلاتور يعني مدة اطول سيبوخ ساقط لكم قسموه هاك دا يا نزيد نفرغ عليه كامل هادوك الجوتاعو ونزيد نغرقه مليح يعني نغطيه شوية بالزيت اه الدورة هنا ما تديروش زيت زيت وان البنات اه رايح يخسر له الجوتاعو ونغلق عليه هاك دا يا وخبيوهم في الدلاجة هاك دا بهالطريقة اقلبوهم هاك دا يا باش يقعدونا مدة طويلة يعني لحقت لنهاية الفيديو حبيت باك نوريلكم هنا يا كيف شراهو نتمنى الوصفة تاعي تكون نالت اعجابكم وما تنسوش البنات بارتاجيوها في اللي غروب تاع الطياب هاك باش تعاونوني وتطلع علاشان تاعي وتستفيدوا كامل من وصفاتي وانقلكم تبقاوا على خير وانتلاقاوا في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة